عمل لتقوية قدرات الخبراء الوطنيين في تنفيذ إطار الشفافية المعززة تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتحتضنها مدينة نوذيبو تجف الدورة إلى تعزيز خبرات المكونين انسجاماً مع المواثيق التي وقعتها موريتانيا مع شركائها في مجال البيئة والمناخ وفاءاً بالتزامات الأطراف المعنية بأهداف التنمية إدراكاً من الدولة الموريتانية بأهمية تذمين المكتسبات المتحصلة عليها في مجال البيئة وبتوجيهات سامية من فقامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني تعكيف حكومة معالي الوزير العوى للسيد محمد البلال والمسعود من خلال وزارة البيئة على وضع سياسية بيئية فعالة للحفاظ على منغومة البيئية وفي هذا السياق يأتي هذا التكوين من أجل تزويد الخبراء الوطنيين من مختلف القطاعات الوزارية بالمهارات في مجال البرمجيات التي وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بالتغيير المناخي لتسجيل البيانات التي يتعين على بلادنا تقديمها للاتفاقية دليلاً على الجهود المبذولة في مجال تخفيض انبياءات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ويتعلق الأمر أساساً ببرنامج بي بي سي سي داميل فنسيس لحساب قوائم الجرد ببرمجيات والتتريب على الإسهامات الوطنية المحددة المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للتنمية أكد استعداد برنامجه لدعم الجهود المتعلقة بمعالجة إشكاليات البيئة ضمن الشراكة القائمة بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وتستمر ورشة عمل تقوية قدرات الخبراء الوطنيين خمسة أيام يتلقى المستفدون منها عروضاً يقدمها خبراء وطنيون حول مجالات متعلقة بالبيئة والمناخ ابتسام يحياء الموريتانية مدينة نواذيبو